البوريا حسب الأحجام من 100-250 ودبارة من 90-130 والكاسكومري من 80-100 الحارت من 120-150 والزرقان الكيلو ونص بمية والكاسكومري الكيلو ونص بمية الكابوريا حسب الأحجام فيه من 50-60 والأحجام المتوسطة من 130-150 والأحجام الكبيرة في الكابوريا والحجري ب250 اللوت والأروس ب170 والعجام من 80-100 سمكة القرش الكيلو بمية جينيه والبولت من 60-70-80 حسب الأحجام وسمكة البلاميطة الكبيرة من 250-300 والعجام اللي قدامنا ده من 80-100 جينيه طبعاً أعزائي المشاهدين أنا كنت سألعبور اليوم ماننا أكتر من سنتين مع بعض احنا بنقدم السمك والفكهة والخضار بالنسبة للخضار والفكهة احنا بنتكلم طبعاً مع الفلاح علشان يبقى عارف السوق اللي هو هيبعد فيه البضاع بتاعته نتكلم مع التاجر علشان يبقى عارف الأماكن اللي هو هينزل يشتري منها من البلاد المختلفة طبعاً هو كمان يعني احنا آخر جهة بالنسبة له في المعرفة لأنه هو معاتل فنات كل الفلاحين التاجر هو اللي بيشتري بفلوسه وبيلف على كل الناس وعارف طبعاً هو بيشتري منين لكن برضو بيتابعنا كقناة على اليوتيوب الملوخية النهاردة من خمسة لتمانية جنيه أنا هرجع تاني لموضوع الحلقة لما يكون بس فيه توقف وأفكركم برضو أن الملوخية دي فكرتني بملوخية الفيوم طبعاً الفيوم من المحافظات اللي بتصدر الملوخية لأوروبا وأوروبا بتاخد الملوخية كأعشاب للمواد الطبية والأدوية مش للطهي يعني بس الخيار من 14 ل 20 جنيه اللمون فيه أسعار في اللمون وصل 30.35 واللمون الجديد دون مياه فيه قليلة شوية من 20 ل 25 وعشرين طبعاً برضو إحنا القناة بنقدم المحتوى للمعلمين أنا قلت قبل كده أن الفلاح هو اللي طبعاً بيزرع والتاجر اللي بيشتري بفلوسه المعلم هو بقى اللي بياخد من التاجر جوة سوق الجملة سواء يبيع لنفسه أو يبيع لغيره وياخد عمولة على الكلام ده المشاهد بقى اللي هو زي حضراتك كده وزي أنا كده البامية جماعة الكبيرة الحجم من 7 إلى 15 والصغيرة من 20 إلى 22 إلى 23 بتدت أسعار البامية تقلي الطماطم أسعارها بتزيد وقلنا الكلام ده بفكر بحضراتكم مرة تانية من قبل العيد وإحنا بنقول إن الطماطم هتزيد بعد العيد الجودة بتاعتها كمان هتتحسن النهاردة فيه طماطم من 90 إلى 160 والجودة العالية في الطماطم بـ 200 جنيه المشاهد اللي زينا إحنا بنعمل الفيديوهات دي على اليوتيوب كثقافة عامة لكن هو مش هيعرف يشتري أبدا زي البياه حتى لو البياه يعني التاجر أو المعلم في سوق الجملة بعلوه ومقالوش حاجة عن البيع أو المشال وأنا قلت يعني إيه بياه ويعني إيه مشال يا جماعة يعني الفلفل الفلفل الحامي من 4 إلى 8 جنيه والبسكرة من 5 إلى 7 جنيه البسكرة بيبقى فيها طبعا أسامي أو درجات حسب يعني الجديدة بتبقى خضرة والقديمة بتبقى صفرة المشتري اللي زي لما بينزلش سوق لو يعني اشترى من المعلم لو المعلم مقالوش في بياه كذا ومشال كذا خمسة ستة سبعة جنيه بيدخله يضيف دي وبياخد لكن انت بقى الراجل بيدفع فلوس في الحاجة وريح تشتري حاجة على أساس ان بيساعد الجملة لازم تقلب انت هتدفع فلوس وأنا جبته قبل كده يعني فيديوهات فاكرين البطاطس البطاطس الفرزة راجعة محطات من 9 إلى 12 جنيه وأبيس والنهضة ب13-14 والنوالة النوالة من 14 15 16 16 ونص والمغزن من 17 ليه 18 جنيه وفيه اسبنتات ابتدت تظهر في اسو يعني انا عايز يقول له حضرتك حاجة المشاهد العادي اللي زي حالاتك لما يتفرج على فيديو ويسمع كلمة فرزة نوالة مغزن مخوص عداية أسامي هيعرف حاجة انا قاسف يعني ممكن ما يعرفش لان برضو انا فيه ناس بتسألني يعني ايه الكلمة اللي انت قلتها فالفيديوهات مش موجهة للمشاهد بس في البيت والمشاهد لما ينزل السوق يعني يعتمد على ربنا في حاجتين وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده الثم من خمسين لستين والثم المقروض لا بيض ولا حمر من سبعين ل تسعين جنيه جبت فيديوهات الراجل بيفرز شواء البطاطس طلع منه ثلاث دراجات بيبيع ده بكذا وده بكذا وده بكذا هو الراجل ده عارف هو بيعمل ايه؟ انا الراجل بتاع بيت لما فينزل اشتري شكارة بيطلع خمسين كيلو فيها خمسة كيلو وحشين بالنسبة لدولها وحشين بضرب حسبس لان الخمسة كيلو في عشر الكيلو والاثنشر جنيه بستين جنيه انا هعمل فيهم ايه؟ انا مش هبيعهم لحد تاني يا جماعة اللي بينزل يشتري انا جبت قبل كده الكارتونة بنعمل فيها شباك نشوفها فوقها زي تحت الشوال بنقصه بسكينة من فوق لتحت كده اشوفها كلها زي بعضها جبت قبل كده حصيرة وقلت حصيرة يعني حتة قماشة او حاجة بنفرش على الارض ونضلق كل الزرع حق ايما انا بدفع فلوس لكن اه طيب نقول البتنجانة العروس النهاردة من اتنين ونص لخمسة ونص والمخدد من سبعة لعشرة الفلفل الوان من سبعة لتمانية والالوان اه الجودة العالية اللي قدامنا دي من عشرة لخمستاشر اه اتمنى ان انا وصلت لحضراتكو حاجة لان انا لا بعمل اعلان ولا بعمل دعاية ولا بقول محل فلان اسمه كذا ولا محل كذا انا بقولش الكلام ده في الفيديوهات ولا بعمل حتى دعاية لنفسي ولا اعلان لنفسي ولا بقول خطوا لايك ولا اه اه انا كل اللي بعمله ان انا بشكركو على دعموكو اه ليه البتنجانة الرومي من خمسة لستة جماعة والبطاطا من تمانية العشرة والفلفل الرومي اللي قدامنا ده من سبعة لاثناشر جنيه والجزر اشتكارة الهشرين كيلو من تسعين لمية وعشرة فانا بقول لحضراتكو انا لا بعمل دعاية لمحل ولا اعلان وانا بقولوا انها في محل كذا ولا عمبر اه كذا ولا بجيب يفط زي ما انتوا شايفيني الكلام دي انا ما بغيروش من ساعة ما عملت القناة لغاية دلوقتي اه كمرت على الزرع بتكلم على الزرع نفسه اه انواعه مانجا زي دي جميع انواع المانجا اللي بظاهرها على القناة التسعة وتسعين نوع المانجا المصري دي منو من النهاردة الكوبانية وانا بظهور الكوبانية النهاردة على حلقة النهاردة بيعتبر اه تقريبا جبت اكتر من اربعتاشر خمستاشر نوع لغاية الوقت من التسعة وتسعين نوع اللي بيجيبهم كل سنة جبت الكوبانية والدبشة والجولك والصديقة والبالة دي والسكري والهندي والكمبورس والمسك والصدر حمام وبيض العجل والازب دي طبعا برضو ايه لسه بقول لكم لغاية الوقت المانجا لسه مستودش والمانجا دي اه سقط او قمر الخوخ اهو اخر اه يعني اوقات الخوخ جميع انواع الخوخ جبناها قبل كده السكري والديزر والسولنج وعرفنا ايه الفرق بينهم وبين بعض واسعار الخوخ من خمستاشر لخمسة وعشرين والعيلة من سبعتاشر لسبعة وعشرين والناس برضي اللي بتقول ليه في حد بيجروا ورق ما تتكلم بالراحة اه شوية لو تكلمنا بالراحة هيبقى في حاجتين اول حاجة مش هتتفرجوا على الكنوات لان على القناة لان انا راجل اكتر يعني قريب من سبعين سنة لو كلمت بالراحة هتلاقوا تهت 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 وهتقفلوا القناة ومش هتتفرجوا عليها خارس انا بقول لكم بصراحة فانا بتكلم بصراحة عشان ما تهتشها لان ده يعني لكبر سني فدي نمر واحد نمر اثنين لو انا قعدت بقى في الفيديو ربع ساعة واثنشر ساعة وخمستاشر دقيقة والكلام ده انتوا برضو هتقفلوا الفيديو ومش هتفتاحوا القناة دي ايه اه تاني العينب يا جماعة من سلعتاشر لسبعة وعشرين والتفواح من خمستاشر لسبعة وعشرين لثمانية وعشرين والبرقوق اه كل انواع البرقوق حتى البرقوق الوقت الهوليو والسانتروزا ابتدى يقل في السوق وابتدى يظهر الافريكانو اللي هو مصر بتزراعه وهي من يعني اصلا زي كده ده انواع ابنبية مصر بتزراعها ووصلت لخمسين وخمسة وخمسين في الجملة بالنسبة للهوليو والسانتروزا التين من خمسلاشر لخمسة وعشرين وده التين المينيو ولسه في انتظار طبعا التين الساحة الاسكندرية والبحيرة الموز بيجي اه قبل ما يخش التلاجة بيبقى بالشكل ده بيقعد شوية في التلاجة درجات حرارة منخفضة وبعد كده بيقعد مدة اه كبيرة في درجات حرارة تانية اه اعلى والموز البلدي والسعيدي والوليا من تسعة لاتناشر والبيك واحسن انواع الموز من تمنتاشر لعشرين اتنين وعشرين اتمنى ان تكون اه قدرت اوصل لحضراتكو اللي انا كنت عايز اقوله النهاردة شكرا على اللقاء والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة